بالمناسبة محمد لويس رجل مباراة السعودية والأجنطيني النهاردة الحارس الأمين للمنتخب السعودي ولد عام 1991 في قبيلة لويس أحد أكبر القوائل في المملكة بدأ محمد لويس مسيرته القروية مع نادي الشباب في عام 2012 وقدم مستويات مميزة دفعت نادي أهل جدة لضمه في 2017 واستمر مع الفريق لمدة خمسة سنوات قبل أن ينضم إلى الهلال مطلع الموسم الحالي انضم العويس لمنتخب السعودية بداية من عام 2013 حتى أصبح الحارس الأساسي للمنتخب السعودي بداية من عام 2021 شارك العويس مع منتخب السعودية في 38 مباراة استقبالة الشباكو 29 هدفا بينما حافظ على نظافة الشباكو في 18 مباراة الكرة اللي قدامكو دي كانت كرة صعبة صعوبة البعض آه شفين المنظر صعبة بشكل صعبة بشكل